سعيد جدا باللقاء بكم في الدرس السادس الأعداد من صفر إلى تسعة ألاف وتسعمائة وتسعة وتسعين قراءة وكتابة ومقارنة وترتيب أكتشف وأتمرن أولا أستعمل المكعبات والقطبان والصفائح والمكعبات الكبيرة وأقراص الأعداد وأكمل الوحدات العشرات المئات الألاف لاحظوا المكعبات كيمتلو الوحدات أما القطبان فكيمتلو العشرات الصفائح كيمتلو المئات والمكعبات الكبيرة كيمتلو الألاف إذن فنظرنا سنشوف الألاف لاحظوا أعداد المكعبات 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 5 في 1 لأن كل مكعب كيمتلو واحدة أما عدد القطبان الخضيب كيمتلو العشرات اللي هو عشرات ديال المكعبات الصغيرة 1, 2, 3 1, 2, 3 3 في عشرة يعني 3 ديال العشرات اللي هي 3 المئات نحسبوا عدد الصفائح 1, 2, 3, 4 نديروا ربعة ديال المئات 1, 2, 3, 4 أما الألاف المكعبات الكبيرة 1 جوج 1 جوج 3 3 في ألف لهي 3 ألاف هذا العدد هو 3 ألاف زائد أربعمائة زائد ثلاثون زائد خمسة يعني 3 ألاف ونديروا الوحدات العشرات المئات والألاف 3 ألاف 3 ألاف وأربعمائة وخمسة وثلاثون قيمة الرقم خمسة قيمة الرقم خمسة هي خمس وحدات خمسة ديال وحدات أي خمس وحدات قيمة الرقم ثلاثة هي ثلاث عشرات أي ثلاثون وحدة ثلاثين مكعب صغير قيمة الرقم أربعة أربعمائة أي أربعمائة وحدة قيمة الرقم ثلاثة ثلاثة ألاف أي ثلاثة ألاف وحدة ثلاثة ألاف ونعود نكتبه ثلاثة ألاف أربعمائة ثلاثون خمسة ثلاثة ألاف واربعمائة وخمسة وثلاثون ثانيا أكتب كل عدد كتابة رقمية والحجارة سنديره الوحدات العشرات المئات والألاف رقم الوحدات سنحسبه عدد المكعبات الصغيرة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة دي الوحدات العشرات سنحسبه عدد القطبان واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة المئات سنحسبه الصفاح مكينز الألاف سنحسبه المكعبة الكبيرة لدينا واحد ونقرأ ألف وسبعة وخمسونة لهو ألف زائد خمسونة زائد سبعة ألف وسبعة وخمسونة ثم نكتب هذا العدد بالأرقام ندير الوحدات مع عشرات المئات والألاف الوحدات واحد اثناني ثلاثة أربعة العشرات قضي بواحد يعني واحد المئات واحد اثناني ثلاثة ثلاثة دية الصفاح الألاف واحد اثناني جزي المكعبة كبار ونقرأ ألفاني وثلاثمائة وأربعة عشر لهي ألفاني زائد ثلاثمائة زائد عشرة زائد أربعة ألفاني وثلاثمائة وأربعة عشر قد نغيره أكتب الأعداد في كل جدولين ثم أقارنها نكتب الأعداد في الجدول ثم نقارنها تسعة ألاف ومائة وتلاثة وعشرون تسعة ألاف ومائة وتسعة وتسعون تسعة وحدات تسعة عشرات مائة واحدة تلاثة ألاف ثم نقارنه تسعة ألاف ومائة وتلاثة وعشرين مثل تلاثمائة وتسعة وتسعين لكن قرن أول الألف أن تسعة ألاف تلاثة ألاف تسعة ألاف أكبر من تلاثة ألاف إذن تسعة ألاف ومائة وتلاثة وعشرون أكبر من تلاثة ألاف ومائة وتسعة وتسعون تسعة ألاف ومائة وتلاثة وعشرون أكبر من تلاثة ألاف ومائة وتسعة وتسعون ثم 5678 نكتب هذا العدد في الجدول 8 ديال الواحدة 7 ديال العشرات 6 ديال المئات و 5000 8700 و 65 و 60 نقرن أولا الألف 5000 8000 8000 أكبر من 5000 إذن 8665 أكبر من 5678 رابعا أكتب الأعداد في كل جدول ثم أقارنها 1234 4 3 2 1000 ثم ألفان و 12 5164 نحن نقرن هذا الأعداد نحن نقرن أولا الألف 5000 أكبر من 2000 وأكبر من 1000 إذن 5164 أكبر من 2000 2012 12 أكبر من 12 أكبر من 1234 ثم 2617 2617 2617 222 9172 9171 نحن نقرن هذا الأعداد لكن قرن أولا الألف 9000 6000 2000 2000 لكن نرد البال المطلوب هنا أن نرتب هذه الأعداد من الأصغر إلى الأكبر إذن أصغر هذه الأعداد هو الأعداد 2617 لأنه عنده في الألاف 2000 فقط 2000 617 بعده 6982 ثم بعده 9171 لهو العدد الأكبر خامسا أكتب كل عدد في البطاقة المناسبة 1300 5200 2800 عندنا 1000 2000 العدد المحصور ما بين 1000 و 2000 لهو 1300 ثم العدد المحصور ما بين 2000 و 3000 2800 5000 5200 أكبر عدد هو أكبر عدد هو 500 لأنه عنده في الألاف خمسة 5000 أكتبوا 5200 أصغر عدد هو 1300 عنده في الألاف فقط 1100 سادسا أكتبوا الأعداد 5900 4800 4100 على المستقيم العددي وأرتبها لاحظوا معي المستقيم العددي عندنا كل تدريجة كنمشي فيها ب100 4000 4100 4200 4300 4400 4500 إذن هذن هذن نكتبه 4100 هذن هذن يتجي يتجي هنا 4500 4600 4700 4800 ثم 4900 5000 5500 5600 5700 5800 5900 5900 ثم رتبوا هذن الأعداد من الأكبار إلى الأصغر أكبر هذه الأعداد هو 5900 بعده 4800 5900 ثم أصغر هذه الأعداد هو 4000 أستثمر أولاً أكتب كل عدد كتابة رقمية 1111 1111 1111 1111 1111 806 7806 7806 7806 7806 أما هذا العدد 800 زائد 50 زائد 6 850 850 856 3 في ألف 3000 5 في 100 500 6 في 10 60 زائد 4 3 3564 564 3 ثانياً أحسب الدراهم التي أدى بها أنير الحاسوب وأكتب الثمن بالأرقام وبالحروب أنير شرهد الحاسوب فأدى المبلغ التالي لهو 10 الأوراق مالية من فئاس 100 100 درهم زائد 10 دي الأوراق مالية من فئاس 100 درهم زائد 10 دي الأوراق مالية من فئاس 100 درهم 10 في 100 1000 يعني 1000 زائد 1000 زائد 1000 هل ندير الوحدات العشرات المئات والألف عندنا الألف واحد اثناني ثلاثة ثلاثة ألف المئات غير نشوفوش حالة 100 درهم واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة خمسة دير المئات العشرات هل ندنا واحد جوج الوحدات واحد اثناني ثلاثة أربعة خمسة خمسة درهم المبلغ الذي أداه أنير بالأرقام هو 1525 3525 ثم نكتبوه بالحروف قلنا ثلاثة 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 ألاف وخمسة مئتين مئتين وخمسة وعشرون ولاحظوا الجدول الذي يبين المسافة الفاصلة بين بعض المدن المغربية بالكيلومتر الجدول كيبين المسافة الفاصلة بين بعض المدن المغربية بالكيلومتر مثلا ما بين الرباط والحيون 1251 كم ما بين الرباط و التطوان 294 كم ما بين الصويرة وجدة 983 كم ما شو السؤال الأول ورتب المسافات بين المدن من أقربها إلى العيون إلى أبعادها منها قد رتب المسافات بين المدن من المدينة اللي قريبة للعيون حتى المدينة اللي بعيدة على العيون للمسافة ما بين تطوان والعيون 1451 كم ما بين الرباط والعيون 1251 ما بين وجدة والعيون 1748 ما بين الصويرة والعيون 822 كم أقرب مدينة للعيون هي الصويرة لأنك تبعد عليها 822 كم فقط نديره 822 أصغر من ثم عندنا 1748 1251 1451 بعدها هذه المسافة اللي هي ما بين الرباط والعيون 1251 1000 كم كما في المثال المسافة ما بين الرباط والعيون الرباط والعيون 1251 1251 كم أكبر من 1000 ثم المسافة ما بين تطوان والعيون 1451 1451 أكبر من 1000 كذلك كذلك المسافة ما بين وجدة والعيون 1748 1748 1748 ما بين العيون ووجدة 1748 كتبناها أتمرن من جديد أولا هذه أعلى قمم جبلية في سلسلة جبل الأطلس وهي مرتبة من اليمين إلى اليسار من اليمين إلى اليسار من أعلى قمة من أعلى قمة الجبل العالي إلى التي تليها يعني الأقل قمة أعلى قمة جبل تبقال حتى الجبل لأقل قمة اللي هو جبل أفلة أكتبه اسم كل جبلين تحت الرسم المناسب أول شيء غدي نحدده أعلى قمة 4165 4043 4089 4071 أعلى قمة هي 4165 متر ونكتبه تحت مننا جبل تبقال ثم 4089 نقارنه أولا لألاف كلهم متساوين ثم نمشي والمئات نلاحظه بأن 4165 رقم المئات واحد في حين الأعداد الأخرى رقم المئات صفر ثم كنمشي والعشرات واللي كنلقاو الالف متساويين والمئات متساويين كنمشي والعشرات 4 8 7 يعني القمة التي تلي جبل تبقال العلو دي لها 4089 جبل مكون ثم ثم 471 جبل ونكرين ثم أقل قمة جبل في اللقاء ثانيا أكمل كل سلسلتين 1000 2000 يعني كل مرة كنزيد 1000 في 1000 4000 5000 6000 7000 8000 ثم 9000 5347 5447 كل مرة كنزيده ب100 5447 زائد 100 5000 و 500 و 47 5600 و 477 5700 و 477 5800 و 477 5947 زائد 100 6047 5347 5357 يعني كنزيده 10 5300 5367 537 537 537 5397 5397 زائد 10 90 زائد 10 90 زائد 10 ثم 5400 5400 50 50 50 407 زائد 10 50 50 40 17 زائد 10 50 50 40 20 30 50 ثم 1870 2870 كل مرة نزيده ب1000 3870 4870 5870 6870 7870 8870 9870 أتذكر أمثل عددا من أربعة أرقام الوحدات العشرات المئات الألف رحضوا عندنا المكعبات 1 جوش 3 4 5 6 7 سبعة دي الوحدات العشرات 1 جوش 3 4 أربعة دي القطبان المئات 1 جوش 3 ثلاثة دي الصفائح الألاف قد نحسبوه عدد المكعبات الكبيرة 1 جوش 3 4 5 وكن قرأه 5000 وثلاثمائة وثلاثمائة وسبعة واربعونة جولي 5 347 5 347 5 ملي 5 ألف 32 3 دي المئات 4 ديزين 14 دي العشرات ستة يونيتي سبعة دي الوحدات اللي هي 5347 1 جوش 4 4 5 6 6 7 7 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 13 11 15 11 nauwan